السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شجرة الزيتون المباركة أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه العزيز ولها مكانة في قلوب الناس منذ القدم أقوم الآن بعملية إكثارها بواسطة التعقيل الموعد المناسب للإكثار هو عندما تكون درجة الحرارة تقريبا 12 درجة مئوية مثلا في السعودية يمكن إكثارها في شهر 11 ومصر شهر 12 يعني لديك فرصة من منتصف الشتاء وحتى بداية فصل الربيع حسب جو بلدك وهناك استثناء للعقلة تحت الطرفية سنتطرق لها في حلقة أليه مواصفات العقلة أصدقائي هي أن تكون عقلة نصف خشبية بطول تقريبا 15 سنتيمتر وبسمك القلم الذي نكتب به وبعمر سنة تقريبا نقصها مستوية من الأسفل كما تشاهدون والقص يكون مباشرة أسفل العقدة والعقدة هي هذه أو هذا الجزء الذي تخرج منه الجذور أن نقصها مستوية من الأسفل نتخلص من كل الأوراق وحتى تفهم أصدقائي السبب فهو منع الأوراق من سحب الماء والغذاء من العقلة وبالتالي نعطيها فرصة للتجدير ونقص العقلة بشكل مائل من فوق نزيل اللحاء أسفل العقلة بالشكل الذي تشاهدون الآن يمكن اختيار العقل الطرفية والوسطية أو القاعدية الغضة أو النصف غضة نجهز لوحة الإنبات والتجدير ونملأها بخليط من تربة رملية وبيتموس بمعدل واحد واحد وهذا الخليط سيحفظ الرطوبة ويضمن التهوية الجيدة تحدثنا عن الموعد المناسب الاستثناء أصدقائي يخص العقلة تحت طرفية والآن أصدقائي سنشرح موضع العقلة التحت طرفية تشاهدون الآن أعلى الساق أو أعلى الغصن ويسمى القمة النامية أو الطرفية نحسب مباشرة 20 سنتيمتر وراءه مباشرة يسمى أي يعني الجزء الذي يليه مباشرة يسمى العقلة تحت الطرفية يعني هذه التي أمسك بها بعد إزالة القمة النامية هذا الجزء يزرع في أي وقت من السنة بخلاف العقل الطرفية والقاعدية نسقي التربة بالماء جيدا لدرجة الإغراق ولحين الانتهاء أذكركم بنصيحتان جد جد مهمتان لإنجاح التعقيل أولا نعامل العقل بهرمون التجدير أو بديل عضوي للتجدير كخل التفاح أو قرفة وعسل النصيحة الثانية أصدقائي أن نغلق أعلى العقلة بالشمع إذن الآن سنغرس عقل الزيتون وتلاحظون أننا نغرس أو ندخل في التراب أو ندفن عقدتين على الأقل في التربة تقريبا نصف الغصن ونترك النصف الثاني المتبقى في الأعلى نستمر بنفس الطريقة لجميع العقل النصيحة الثالثة متابعين الكرام هي عدم رأي هذه الأغصان لمدة 20 يوما النصيحة الرابعة هي توفير رطوبة عالية للأغصان لذلك نجدهم في المشاتل يضعونها في الأنفاق لحين التجدير وتسقى بنظام الضباب المتقطع وفي درجة حرارة ما بين 18 و20 درجة مئوية وهو ما سنحاول محاكاته من خلال تغطية هذه اللوحة طريقة أخرى جربتها السنة الماضية وأعطت نتيجة مرضية وهي تغطية تضح التربة بنشارة الخشب لتوفير الدفء للعقل وتحفيزها على تكوين الجذور بقيت النصيحة الخامسة والأخيرة أصدقائي وهي أن تزرعوا هذه الشجرة المباركة وأن تكسب في تعليق نعم سأزرعها دورنا في بذرة هو تحفيزكم على الزراعة فحفزونا أنتم بدوركم على الاستمرار في تقديم هذا المحتوى الهادف فقط بالتعليق أو وضع زر إعجاب للحلقة أو مشاركة رابط الحلقة مع أصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي شكرا جزيلا لحسن المتابعة والإصغاء دمتم بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر